تحت رعاية القائمة بعمال النائب البطرياركي للاتين في الأردن الأب الدكتور جهاد الشويحات احتفلت ربضة البطرياركية اللاتينية في اسماكي الكارك بتخريج الفوج الثالث والعشرين من طلبتها بحضور الأب خالد جم وراعي الكنيسة والأباء الكهنة والشماس الإنجيل الزعل حجزين وراهبات الوردية وحجد كبير من المسؤولين وأهالي الطلبة والضيوف الكرام بدأ الحفل باستعراض موكب الخريجين وكلمة للأب الدكتور الشويحات تلاها كلمة أولياء الأمور التي أشعدت بجهود الهيئة التدريسية في رعاية أبنائهم بعدها قدمت طلبة عددا من الفقرات الفنية والفلكلورية ختمت بتوزيع الشهادات على الخريجين